مرحبا وصفة اليوم كاك الشوكولات طريقته كتير سهلة وانا دائما باي مناسبة بتكون عندي ما بغير هاي الطريقة لانا سهلة وناشحة مية بالمية رح اعمل معكم بطريقة ومكونات موجودة بكل بيت رح احتاج بالبداية لاربع كاسات طحين منخول ضروري اني انخلون وبعدها نبضيف كاسة كاكاو طبعا الكاسات اللي عم باستخدمون هنن نفس اياس الكاسات المعيارية اذا مو متوفرين عندكم تقدروا تستخدموا اي كاسة لكل المكونات بعدين بضيف عليهم كاستين وربع سكر يلي بحب السكر اكتر بيقدر يضيف كاستين ونص بعدين بضيف معلقتين بيكنج بودر معلقة صغيرة من البيكنج صودة هي نفسها الكربونة بحرقون كتير منيح مع بعض وهيك بكون خلصت المواد الجافة بحطن عجنب هلا بحضر المواد السائلة اللي هنن اربع بيضات بحرارة الغرفة ضروري انه البيض يكون بحرارة الغرفة لينجح معكم الكيك هلا بخفقون منيح مع معلقتين كبار من الفانيليا ورشة من الخل الابيض بتقدروا تحطوا معلقة خل الابيض بخفقون سوا وبعدين بضيف كاستين حليب دافي او بحرارة الغرفة المهم ما يكون الحليب بارد مع كاسة زيت نباتي بخفقون كتير منيح مع بعض بخفاءة الكيك لحتى يصير الخليط على بيض يعني تقريبا بياخدوا شي 10 دقايق مو اكتر من هيك وهيك بيكون المكونات السائلة صاروا جاهزين عندي تقريبا هلا بضيف المكونات الجافة اللي حضرناهن بالبداية على المكونات السائلة المهم انه ضيفهم شوي شوي لحتى ما يصير في عندي تكتلات بقلب الخليط تقدروا تستخدموا مضرب الكيك ما في مشكلة بتخفقوهن شوي عند تقديبا شي 5 دقايق لحتى تتأكدوا تماما انه الخليط صار كتير ناعم بعدين خلص بيكون صار جاهز عندي الخليط هلا بهاي المرحلة بيكون خليط الكيك سميك فنحنا هلا رح نخففو رح ضيف كاستين مي مغلية لازم تكون المي عم تغلي ولكل كاسة بضيف معلقة كبيرة نسكفة تمام هلا صبايا يلي محبين طعمة النسكفة بقلب الكيك ما في مشكلة ضيفوا بس كمية المي السخنة ولا تحطوا النسكفة هلا ملاحظة كمان كتير مهمة انه الصبايا اللي حابين يعملوا هاي الطريقة بس الكيك يكون فاتح طعمته ما بدون ياها على كاكاو بيقدروا كمان يلغوا كاسة الكاكاو بس بيضيفوا بدالها كاسة طحين تمام هلا خلصت خفق وصار عندي خليط الكيك جاهز طبعا هون ما بحتاج للمضرب الكهروائي او خفائة الكيك بحرقهم بالمضرب اليدوي بهذا الشكل هلا بالنسبة للأوالب انا بحضرهم قبل ما بلش بالكيك انا هيك بنصحكم بس رح قالكم انا كيف بحضر الأوالب اول شي بدهن الجوانب والقاعدة بالزيت بعدين بجيب ورق زبدة بطوية بالنص بهذا الشكل وبعدين كمان برجع بطويها بالنص بهي الطريقة وبرجع هيك بعملها مثل على شكل مسلس كمان طويتها بالنص مثل ما لاحظته وهيك تقريبا بتكون صارت عندي جاهزة اخر طوية رح اعملها بهذا الشكل وهيك بتكون صارت عندي جاهزة هيك اسهل عليكم خصوصي للأوالب اللي بتكون صغيرة اول شي بقلب الآلب على الطرف الثاني وبقيس لحتى ااخد بس نص اياس الآلب وبقصن بالمقص وهيك بتكون صارت جاهزة عندي هاي الطريقة كتير سهلة وبتسهل عليكم انو الآلب يكون معكم مرتب وما يلزق معكم ابدا طبعا الأطراف كمان ورقة زبدة دهنتوا بعد ما قصيتهم دهنتوا شوية زيت لحتى كمان يلزقوا معي على الأطراف وبعدين بوزع خلية الكيك على الآلبين متل ما شفتوا بحطهم بفرن محمى مسبقا ضروري انو يكون حامية مسبقا على الرف اللي أقل من الوسط حرارة 180 الفرن شغال فوق وتحت لمدة 40-45 دقيقة ما بفتح الفرن عليهم ابدا ليمروا هذا الوقت بعدين بفتح عليهم بيختبرهم بيعود خشبي اذا كان تمام بيكون خلاص بطفي الفرن عليهم وبخلي الأوالب بقلب الفرن تقريبا 10 دقايق والفرن مطفي بعدين بطلعهم وخليهم يبردوا بحرارة الغرفة وبس يبردوا تماما بغلفهم وبحطهم بالبراد وتاني يوم وبقطعهم وببلش اشتغل فيهم أما بنفس اليوم أكيد لا وبس هيك والله هيك بتكون خلصة وصفة اليوم إذا حبيتوها اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لتوصلكم فيديوهاتي لما بتنزل وبس والله اشتركوا في القناة